ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بين واجباتها الأسرية والمشاركة في الحياة العامة وأيضا بما يكفل المساواة أمام القانون والتوازن بين الجسين وتكافأ الفرص نعم حدثينا أيضا عن رؤيتكم لدور المجلس في تهيئة الأرضية الصلبة للمرأة البحرينية لتتمكن من إثبات جدارتها وتصل لمواقع صنع القرار قادة صاحبة السمو الأميرة سبيتة بن كبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة العمل المؤسسي المنظم الذي تم بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة وما تقوم به الأمانة العامة من دور نوعي مؤسسي قائم على كوادره الوطنية والخبرة المتميزة والتي حقيقة أثمرت في نقل المرأة البحرينية لمراحل ريادية متقدمة من خلال عمل مؤسسي كان معه المجلس بوضع إشادة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية فكان هناك العديد من التشريعات التي تم سنها أو تعديلها وأسهمت بشكل فاعل في تنمية المرأة وكذلك بالدعم المستمر والتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والذي انعكسه فعلا في سياسة وعمل الحكومة ضمن برامجهم ومبادراتهم الحكومية والذي كان من ضمن عمل تعاون متكامل مع المجلس الأعلى للمرأة ونعتز بأن المرأة البحرينية عبر تاريخ الوطن كانت ولا تزال لها المكانة والاحترام المجتمعي المتأصل في كل موقع سواء كان في محيط أسرتها أو عملها وكرست نفسها لخدمة الوطن وفق ثوابتها الشرعية والوطنية ونسأل الله عز وجل أن يجعل المرأة البحرينية دوم في خدمة وطنها وتربية الأجيال الذين هم المستقبل لسواعد البلد المخلصة من أجل التقدم والتنمية نعم سعادة الأستاذة ديالة الزايد عضو مجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للمرأة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر